منسوب القتال في أوكرانيا لا ينخفض ونيرانه تواصل الاشتعال على جبهة مختلفة ولا شيء يدل على قرب انتفائها في مناطق الصراع الحياة توقفت ولا تبرز في الصورة إلا آثار المواجهة بحماسه المعهود الرئيس الأوكراني قال إن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كيلومتر مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق الهجوم المضاد مطلع الشهر الجاري عملية أفضت حسب ما جاء على لسانه إلى تحقيق أكبر مكاسب ميدانية لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف نهاية مارس الماضي الخارجية الأميركية أشهدت بالتقدم الأوكراني معتبرة أن الأهداف المحققة جاءت بفضل الدعم المقدم لكييف في المقابل أعلن الجيش الروسي أنه يشن ضربات مكثفة على القوات الأوكرانية في كل الجبهات بينما أقر الكريملين بحصول انتكاسة للقوات الروسية قصف حسب الروس تم بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت شرقي أوكرانيا وفي منطقتين ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب وكذلك في خاركي في الشمال الشرقي تطورات مثيرة في ساحة الحرب بأوكرانيا تنذر بالمزيد من المواجهات أصوات إطلاق النار تظل سيدة الموقف في انتظار ما ستأول إليه الأمور في الأيام المقبلة بلال البجديني الحدث